بعد استخدامك لهالتطبيق ان شاء الله ما حد راح يتمكن من انه يفتح تطبيقاتك الا بطريقة ذكية خليك معاي ويران انتقل الى الشرح بالبداية اتمنى منكم الدخول على القناة تشتركوا فيها تعملوا لها سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بالفيديوهات اللي برفعها اول باول اهل وسهلا فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم اخواني شو اخباركم معاكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf واليوم بهالفيديو معنا هالتطبيق اللي اسمه Applook من خلال هالتطبيق بامكانك انك تسكر كل تطبيقاتك اللي للنظام نفسه او اللي انت منزلها حتى تحمي بياناتك اللي موجودة داخل هاي التطبيقات واهم اشي تطبيقات التواصل الاجتماعي طبعا التطبيق بامكانك نزله من خلال مدونتي ورابط التدوين موجود باول تعليق وبالوصف بعد ما نزل التطبيق بنشغله طبعا بعد ما نشغله راح يفتح معنا بهالشكل طبعا اول من شغل التطبيق راح نحكي له I agree من الكابسل اللي موجود بالاسفل بعدين منحكي له Start طبعا راح يحكي لك Choose your unlock phrase او الكلمة اللي انت بدك تحكيها عشان تفتح التطبيقات بامكانك تسمع الكلمات من الزر اللي موجود جنب كل كلمة على اساس انك تعرف نطقها الصحيح عشان تحكيها بطريقة صحيحة ولكن اذا ما عجبوك هذول الكلمات بامكانك انك انت تعمل الفريز الخاص فيك طبعا اذا بدك تعمل الفريز الخاص فيك بتكبس على الكابسل بالاسفل Create your own unlock phrase نكبس عليها وبنكتب او نعطيها اسم لهاي الفريز كمثال احكي له Wolf بعدين بكبس على الصح بعدين بكبس بالاسفل على Escape طبعا بتعطيه الصلاحيات وراح تفتح معنا الكاميرا عشان ياخد صورة لوجهك ويسمع صوتك كمان فكل اللي عليك انك تنطق الكلمة اللي انت كتبتها او اللي حاب تحكيها عشان تفتح التطبيقات والتطبيق كمان بصورك او باخد صورة لشكلك طبعا بحكي لك هون اختار الطريقة البديلة لفتح التطبيقات خليني اختار انا نمط وبنرسم النمط اللي احنا بدنا اياه على اساس انه لو نسينا الكلمة او البرنامج ما تعرف عوجهنا نرسم النمط طبعا بس نرسم النمط بنكبس على الصح اللي بالاسفل بنرجع بنعيد نفس النمط او نفس النقش وبنحكي له كمان مرة صح بعدين بنحكي له Go to Android Settings وبنعطي الصلاحية للتطبيق اللي هو Ablock او التطبيق زي ما انتم شايفين بعدين بنرجع لورا بنحكي له صح بالاسفل وراح يفتح معنا التطبيق بهالشكل بنحكي له OK got it وطبعا زي ما انتم ملاحظين هاي شكل التطبيق طبعا لو اجينا على التطبيق هون على الجانب على My Lock زي ما انت شايف بفسر لك كل اشي ايش معناته طبعا زي ما انت شايف بحكي لك انه بتطلب اما صوتك او صورتك الخيار الثاني اللي هو امن اكثر راح يخليك تسجل صوتك وراح يطلع على وجهك كمان طبعا بإمكانك انك تغير طريقة فتح التطبيقات البديلة من الاسفل تختار اما نمط او Password او Ben طبعا بعد ما نفوت على التطبيق بإمكاننا انه نختار اي تطبيق من التطبيقات اللي موجودة على تليفوننا على اساس انه احنا نسكرها كمثال ندور على اي تطبيق على اساس انه احنا نسكره مثلا اسفايل اكسبلورر نختار طريقة القفل كانت بالصوت والصورة او صوت لحال او صورة لحال بعدين نطلع برا ونشغل برنامج اسفايل اكسبلورر وزي ما انتم ملاحظين فتحت معي الكاميرا طبعا هون لازم يشوفني ولازم يسمع صوتي بالكلمة اللي انا اخترتها وزي ما انتم ملاحظين فتح التطبيق وهي طريقة القفل الجديدة اللي بإمكانك من خلالها انك تغفل تطبيقاتك طبعا في حال انك كنت مثلا بدك تفوت تشوف النمط او الطريقة الاخرى البديلة لفتح التطبيقات زي ما انتم ملاحظ لما يفتح معانا الكاميرا رح ننزل الاسفل في عندك هون زر النمط منكبس عليه رح يفتح معنا النمط ونرسم النمط وهيك بكون انتهتي من الفيديو إن شاء الله يكون الفيديو والتطبيق عجبكم إذا عجبك الفيديو والتطبيق يريد أنك تعمله شير أو مشاركة عشان الكل يستفيد منه طبعا يريد تعمل لايك للفيديو إذا عجبك الفيديو ويرات أنك تترك لي رأيك أسفل الفيديو بالتعليقات زي ما حكينا بإمكانك تحمل التطبيق من داخل مدونتي وربط التدويني موجود أسفل الفيديو بالوصف أو بأول تعليق لهم صار لازم أودعكم وحكي لكم شكرا للمشاهدة ويعطيكم العافية كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته